الحد من انتشار خطر هو الطبيب لا يستطيع الحد من انتشار خطر الحد من خطر الكوريرا هكذا تقول التحركات الرسمية والمجتمعية في الجوف والتي سرعت باطلاق حملاتك ولقاءاتك التوعوية الطارئة للحد من ظاكرة الوباء الذي اجتاح محافظتهم مؤخرا فضاعف باصابته لعدد من المواطنين مأساة الواقع الذي يعيشونه نوجه له هذه الرسالة الهمة للحد من مرض الكوريرا اولا النظافة الشخصية غسل اليدين قبل وبعد الاكل استخدام الامثل للمياه النظيفة البعد عن المياه الملوثة الوقاية وضرورة اتخاذ الاحتياطات والاجراءات اللازمة للحيلولة دون الاصابة بهذا الخطر الناجز ما حثت عليه الصحة العامة بالمحافظة وما اخذ دور المنظماتي المتفاعل في توعية المجتمع وارشاداتك لتجنب الاصابة بالوباء سنسعى خلال برنامج توعوي متكامل يستهدف جميع فئات المجتمع المتواجدين في محافظة الجوف لتوعيتهم بمخاطر الامراض تحذيرات وتحركات رسمية ومجتمعية حثيثة اقبت اجتياح وباء الكوريرا لمحافظة الجوف التي تشير احصائياتها الرسمية الى اصابة 11 حالة من السكان بالوباء الامر الذي دفع بالجميع للتحرك وإقامة ندوات ولقاءات بالآباء والمعلمين لتوعيتهم والمجتمع اطفالا ونساء بخطر وباء الكوريرا الذي يجتاح حياتهم ويهددهم بالوفاة وقد استفدنا عدد من القضايا الهامة من اهمها الاهتمام بالنظافة والاهتمام برد من الحفر والمستنقعات ردود وطعاط ايجابي من المواطنين مع برامج التوعية الصحية ودعوات الوقاية من البكتيريا ومستنقعاتك التي تسببت في اصابة السكان بالأوبئة الخطيرة والفتاكة حملات ارشادية وتوعوية هنا في عاصمة الجوف تنظمها جهود رسمية ومجتمعية لتفادي الاصابة بخطر الكوريرا والحد من انتشاره علي الجلادي قناة بلقيس الجوف